تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتجيكم مني أنا محمد عواذ عبر قناة سيرفيسبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى أنا من الناس اللي مؤمن كثير بالأمثال الشعبية ومؤمن تماما أنه أمثالنا الشعبية العربية فيها عمق مش طبيعي معظمها إيجابة تجارب ربما هي بتكون كلمتين ثلاثة مختصرات لكن فعليا لما تدخل بعمقها بتحس اللي عملها واحد خبير في الحياة ولو سمعته زمان ما ارتكبت أخطاء في حياتك إلا مثل واحد أنا مابود خراسي اللي هو المكتوبة بينقرأ من عنوانه لأنه كثير فيه عنوين بتضلل ومن المكتيب اللي ضلل عنوانها بويان كريكيتش اللي كان عنوانه أسطورة لاعب كبير نجم حيت قتلوا الدنيا عليه عشان يشتروه وكانت حقيقة الرسالة إنه لاعب كان له أمل لكن لم يتحقق حلقة اليوم رح نقسمها لقسمين القسم الأول مسيرة اللاعب بويان كيف تبلشت وكيف انهارت والقسم الثاني ليش انهارت وما رح أقولكم إنه السبب ليونيل ميسي لأنه كثير ناس بتقول لك سبب فشل بويان إنهم قارنوا بليونيل ميسي وهذا بالنسبة لي جواب جاهز سريع بقناع السريع لكنه في مشي الحقيقة فعلا اللي حصلت مع بويان كريكيتش بتكملوا المعنى لآخر الحلقة عشان توصلوا لحقيقة مسيرة الصرب الإسباني بويان قبل ما يطلع بويان للفريق الأول كان بويان عم بيحقق إنجازين عم بفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا تحت 17 سنة في عام 2007 وكان عم بفوز بجائزة ثالث أفضل لاعب في مونيديان نفس الفئة العمرية لنفس السنة وطبعا في ذلك المونيديان الأفضل لاعب كان طوني كروس يعني اللاعب عم برشحه أوروبيا وعالميا يكون ضمن الأفضل يعني فيه أمل فيه مستقبل فيه جودة رهيبة ثم جاء تاريخ 16 سبتمبر بنفس السنة 2007 قرار شجاع من فرانك ريكيتش بيبدأ في بويان كريكيتش مسيرته مع برشلونة كفريق أول بيدخل في الدقيقة 76 بدلا من جيوفاني دوس سانتوس كان وقتها عمره 17 سنة و19 يوم ليصبح أصغر لاعب في تاريخ برشلونة حتى تلك اللحظة بلعب مباراة في الدور الإسباني وبزيح مين عن الرقم القياسي؟ بزيح ليونيل ميسي نفسه هوس لماسيا الرغبة بترويج لماسيا عند برشلونة ما كان واصل قمته وقتها لكن بويان كان من بوادرها لأنه منعرف الهوس والتعظيم والتبجيل لماسيا صار بعد سداسية كيبي جوارديولا عام 2009 بداية نارية في موسم 2007-2008 تحت قيادة فرانك ريكيت لعب 48 مباراة مجموعة دقائق 2197 سجل 12 صنع 6 أهداف وللعلم عدد الدقائق اللي قلته أنا هذا مش طبيعي كان وقتها لأنه تفوق على ديكو ورونالدينيو وإد ميلسون وليليان تورام بعدد الدقائق اللي استعملوا فيها ريكارد وكان بينه بين سامول إيتو 80 دقيقة فقط تصريحات من كل مكان بتمدح بويان ريكارد طلع حكا عنه قال صح عمره 17 لكن اللي بيعملوا في الملعب عمل لاعب عظيم صحيفة لي فيقر الفرنسية بعد شهر بس من لعب بويان مع برشلونة نزلت تقرير بعنوان The Next Missy Missy الجاي Missy الجديد وموقع الاتحاد الأوروبي لكورت القدم وصفه بنفس الموسم فنان في استياد الفرس في حين جوارديو لقال جديد اللاعبين اللي عندهم لمسة سحرية يفصنعوا فيها الفارق وبويان هو أحد هؤلاء السحراء اللاعب شكر كثير لعبين برشلونة وقتها قال ساعدوني عن انسجام وخصوصا تيري هنري وصامول إيتو كل هالتصريحات الكلام الإيجابي عنه بتخلينا نقول هو الشيء الكبير القادم لللعبة هو الشخص اللازم نراقبه باللعبة لكن صار شيء في نهاية ذلك الموسم شيء خلوكم معنا لآخر العلقة عشان تفهموا تأثيره ألا وهو خروج فرانكريكل قدوم بيبي جوارديولا موسم السوداسي التاريخي الأول شاهد تراجع في عدد دقائق لعب بويان بنسبة 19% وأصبح لعب 1786 دقيقة والسبب الحقيقي أنه جوارديولا ما داور كثير في خط الهجوم تبت سامول إيتو مع تيري هنري مع ليونيل ميسي بويان ظل مهم قدر يحط لمسات ويصنع أهداف ويسجل أهداف سجل عشرة وصنع ستة في ذلك الموسم لكن فيه كانت لعب آخر عم بيتقدم وبيحاول يأثر على مسيرة بويان بدر اللي أخذ 500 دقيقة الموسم الثاني تأثر أكثر وأكثر لبويان عم بيجز لتانه وبدره بيصبح اللاعب الأساسي وفيه لعب ثالث بلش جوارديولا بحاول يعطي دقائق لعب اسمه جيفرين وطبعا أصبح ميسي لا يمس ولا يبدل وبيبدأ أي مباراة بده إياها لأنه وضح تماما النقوطه وقدراته الخارقة لا يمكن لأي مدرب مناقشتها انخفضت عدد دقائق لما يقارب 1534 بنسبة تراجع تقارب 14% مرة تانية في الموسم الثاني لبويان مع جوارديولا وفي الموسم الثالث تم التعاقد مع ديابة بيا فأصبح الثلاثية بيا ميسي بغرف هي الثلاثية الأساسية كما أنه في الموسم الثالث 2010-2011 لجوارديولا مرة ثلاثة أربعة ثلاثة مرة أربعة ثلاثة كل مرة خطة ولعب إن يستهجوا فأصبحوا اللي بنافسوا بويان على مكانه كثير لكن ظلوا بقدر يلعب 1500 دقيقة تقريبا بمجموحة في كافة البطولات ظلوا لاعب إلودور لعب لما تسمع أنه بويان موجود بتعرف أنه لاعب برشلونة لكن ما عاد فيه البهرج الكبرى أنه هذا اللاعب هو ميسي الجديد ولا العلم في شغلة مهمة لما نحكي ميسي الجديد ميسي أصلا وقتها كان جديد من أول ما طلعوا على هذا الشب اللقب لما قالوا عنه ميسي الجديد سنة 2007 تخيلوا قبل 14 سنة كانوا يدوروا على خليفة لميسي ولليوم ما حدا قدر يلقي خليفة لميسي وعلى الأغلب ما رح نلقي خليفة لميسي لعندما أنا أعتذر الرياضة خلال هذه المسيرة مع جوارديولا وريكارد كان في حدث مهم وإيجابي وسيء بنفس الوقت لبوياني كريكيج المنتخب الصربي بيجي له وقوله انت صربي تعالي لعب معنا اللاعب بيرفض بقولهم أنا بدأ أمثل إسبانيا إسبانيا بتركض بسرعة بتستدعي بسبتمبر 2008 لمباراة واحدة بتلعبوا إياها وبعد ذلك ما بيشوف كرة القدم الدولية تقريبا زي اللي صار مع مونير الحد خلوا هذا الحدث براسكم لأنه هنشرح تأثيره بعد شوي لما نحكي عن الأسباب وأيضا في 2011 صار في حدث آخر كان هو نقطة التحطم لمسيرة بوياني كريكيج إلويس إنريكيج بيخرج من برشلونة وبيذهب لروما والجميع ينتظر أن يكون إنريكي هو جوارديولا الجديد ووقتها كانت ما بتكمل قصة جوارديولا بدون ما يكون مع ميسي لكن ما في حدا بالدنيا بيقدر يشتري لنا الميسي خلونا نشتري اللي بيشبه ميسي بوياني كريكيج شهد القرار إلويس إنريكيج جلب بويانيكيج روما بيقوم تقريبا بتغيير معظم أعضاء الفريق بداية شراء بويان مقابل 12 مليون مع بانديوتيحي عادت الشراء لبرشلونة خلال موسمين مقابل 28 مليون يورو هذا الشيء اللاعب الأول ثم جاء المهاجم أسفالدوم الإسبانيول هدف مهم في الدور الإسباني وقتها جاء لاعب ما كان كثير مشهور بوسني مميز بالعب بليون اسمه ملاريني بيانيج وموهب أرجنتيني كثير ناس متفقلين فيها اسمها إيريك لميلا ومهاجم خبير هو بورييلو وحارس اسمه ستاكلين بيرغ معروف جدا حارس هولندي خبير ومخضرم ووصل فابيو بوريني وسيمو الكاير على سبيل الإعارة أيضا يعني تقريبا 8 لاعبين جابهم إنريكي عشان يبدأ فيهم الموسم وسمح لمينيز يخرج وميكسي سيرو على ميلان وأيضا ريزي رو على فولهب وفوجينيتشيرو على اليو في يعني ببساطة الفريق فقط الكيمية تابعته فقط التجانس تبعه تماما وهذا أثر كثير على مسيرة إنريكي وعلى مسيرة بويان في روما بداية كارثية في تصفيات الأوروبية أمام فريق سلوفاكي اسمه سلوفان براتسلافا بتعادل واحد واحد وبيهزم روما واحد سفر بلقاء العودة وبيتأهل على حساب روما ضربة قاسية للثقة بالويس أنريكي لازمت والويس أنريكي بدأ الموسم الأمور ما مشت تمام بعد 13-14 مباراة قرر يضحي ببوياني كريكيتش لأنه الانتقادات كانت تيجي لابوياني وانريكي مع بعض بصفة اللاعب اللي أقرب إلو اللاعب اللي جاي معه من برشلونا 42 مباراة خلو يدرب بروما فاس 17 خسر 16 وتعادل 7 مباريات نسبة انتصارات تقارب 40% فقط خسر الدير بذهب إياب مع لاتسيو 2-1 خسر مع ليوبي مباراة 4-0 وتعادل 1-1 خسر مع ميلان ذهاب إياب المباراة الوحيدة اللي بيذكروا لي هالجماهير روما كويسة أمام الانتر لما فاز على الانتر أربعة مقابل لا شيء وكان بويان وقتها دخل ذلك اللقاء كاحتياطي وسجل هدف وساهم بالانتصار الكبير الوحيد اللي حققه لويس انريكي في مباراة مهمة إلو لما كان مدرب لروما في نهاية الموسم حالة غضب وتشاؤم من بويان وكوميديا على بويان كثير كان الناس كان يحطوا صورة القناع وبعدين يشيل القناع مسي يطلع بويان وكوميديا مختلفة بتصاميم مختلفة تستهدف بويان لأنه محسوب أنه كان انريكي بده يكون لي نويل مسي اللي معه لكن بويان خرج بتصريح مؤخرا مش وقتها قال مشكلة الحقية في روما قال له لويس انريكي حاول لعبني كجناح وأنا مش جناح أنا مهاجم أو لاعب خلف المهاجمين لويس انريكي لم يفهم أبدا مدى قدراتي ولم يفهمني أبدا كلاعب روما من نهاية الموسم قال لازم يطلع بويان دوروه على مكان ميلان بيجي يستعيره وهناك بلشت فيه مشكلة لأنه ميلان لما استعار بويان معه بند يتحلو الشراء في نهاية الموسم برشلونة قال ورا حين أنا عندي بند إعادة شراء بعد موسم أو موسمين شو عم تعملوا فتم الاتفاق بأنه لما ميلان يشتري بويان يشتري معاه حتى بند إعادة الشراء أو ينظاف على العقد لكن ميلان آخر الموسم قال لا أنا ما بدي أشتري اتفضل يا برشلونة خده بوياني بيحكي عن تلك الفترة بعد موسم ميلان التاني أنه روما قل الاحترامي كثيرا زيما من أول يوم جاء قال أنا ما بدي إياك أنت لكن كل يوم بيجيني إداري بروما بيقول بدنا إياك ثاني يوم بيجيني مرة ثانية بيقولي ما بدنا إياك قال حسسوني بأنه يوم أنا مطلوب ويوم أنا منبوذ فعلا كان التصرف حسب وصف بويان في قلة احترام إله بعد موسمين برشلونة خاف على اللاعب قرر يشتري ودفع مقابله 13 مليون يورو فقط رغم أنه بند إعادة الشراء كان 28 لكن اللاعب ومستوى ساهم بتقليل القيمة وصل تاتا مارتينو مرة أخرى صفقة كبيرة بتمنع بوياني ياخد فورستو نيمار بيوصل لبرشلونة اللاعب رح للإدارة وقالهم أنا شو وضعي حلعب ولا ما حلعب عندكم لعيب كثير قالوا له شو تلعب انت احتياطي قالهم لا شكرا بدي ألعب أكثر إعارة على آياكس في آياكس ترك بصمات جيدة ساعدهم يفوزوا بالدوري بس الدوري الهولنبي وقته كان شبه بيت شو ما تعمل فيه ما رح تلفت الانتباه مثل الوقت الحالي اللي شوي آياكس وآيندوفن رجعوا حركوا إعلاميا في السنوات الأخيرة لكن لمستوا بآياكس نجاحوا بآياكس كان فيه مشروع في إنجلدرا ستوك سيتي بقوده مارك هيوز مشروع كانوا عم بيحاولوا يصنعوا منه إشي بيشبه لستر سيتي الحالي فريق من الكبار الستة وينافس دائما مارك هيوز قرر يتعاقد مع بويان وخرج بتصريح شهير من يعرف الكرة الأوروبية يعرف ماذا يمكن لبويان تقديمه أول 18 مبارا مع ستوك سيتي الأمور تمام في كافة البطولات ثم تأتي إصابة بالرباط الصريبي تعقد كثير مسيرة بويان كريكتش وبنخليه يغيب من شهر يناير لنهاية الموسم الخمس أهداف اللي سجلها في الموسم الأول رغم الإصابة خلت في حالة رضا عليه جاء الموسم الثاني وكان فيه تفاؤل أكبر وأكبر إنه بويان حيقدر يعمل شي هالمرة هذا التفاؤل دفع ستوك سيتي لتجديد عقد بويان حتى عام 2020 وياريتهم ما جددوله وكأنه بهذا التجديد قالوله خلاص أمنت مستقبلك وقف لعب من يوم هاللاعب ما عمل شي اللاعب اللي كان قد ساعدهم بالموسم السابق هيقلبوا مان يونايتد بهدفين وسجل الهدف الأول ما عاد نفس اللاعب ظل الطريق تماما وصلت الأمور يرسلوا لستوك تحت 23 سنة يحاولوا يعملوا أي شي عشان يرجعوا بويان في الموسم الثالث قالهم أنا لازم أطلع رأى على نادي ماينز الألماني وهناك خرج له تصريح كارفي بمعنى الكلمة اللاعب لما رأى على ماينز اتفاجأ أنه ماينز عم بيحاول يضل في الدوري وقال لم أتوقع أنه الوضع سيء هون لهالدرجة من حيث النتائج بالنسبة لنادي ماينز طبعا هو راح لماينز قبل ما يوصل تخيل بموسم واحد تصريح أنه ما كان عارف شو وضع ماينز بيدلك أنه اللاعب كان عم بتحرك كأنه أعمى من فريق لفريق بدون ما يفكر بعمق خطواته كلاعب كرة قدب وللعلم رغم معاناته بماينز قدر يسجل هدف في شباك بايرم يونيف وبذلك الهدف أصبح من اللاعبين القلائل في كرة القدم اللي سجلوا أهداف في أربع بطولات كبرى إنجلترا ألمانيا إسبانيا وإيطاليا من الدوريات الخمس الكبرى هو سجل في أربع دول وهذا إنجاز قل كثير اللي عملوا في كرة القدم بعد ذلك زي ما حكيت رأى على ألافيس والآن مرق من مونتريال أمبكت الكندي فاز معهم بكأس البطولة الكندية عام 2019 ثم الآن بيلعب بالدوري الياباني مع فريق في سلكوبا الياباني خلصنا المسيرة بدأ من هون توقعات كبيرة ثم تراجع 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 تعالوا نفهم شو اللي صار زي ما قلت السبب مش المقارنة مع ليونيل ميسي فقط والجواب بإنه المقارنة مع ليونيل ميسي دمرت بويان بالنسبة إلي جواب سهل ومقنع أيضا لأنه أي واحد حتقارنه مع ميسي حيطلع بنظر الناس لعب فاشل نبدأ بالسبب الأول اللي حكاه مع روما لسته جناحا أنا لاعب مهاجم أو خلف المهاجم هذا اللي قاله بويان عن نفسه مشكلة بويان بكل خياراته كان دائما عنده مشكلة في برشلونة خلف المهاجم دائما محجوز لجونيل ميسي من أول تحوله لمهاجم وهمي في المهاجم كان زلتانه دبلدية لا مجال المنافسة على ذلك المركز يا بويان أسماء أكبر أشهر أفضل منك أساسا ولما راح على روما جابه أسفالدو ودائما خلف أسفالدو محجوز وقتها لا تؤتي وله لو جاء ميسي نفسه وقتها كان ما حدا بيقدر يزيح تؤتي من مكانه من روما هذا بالنسبة لروما ولما راح على ستوك سيتي حتى كان عنده مشكلة في بيتاري كراوش وفي أرنادو بيتش دائما بروح على فرق أماكنه محجوزة للاعبين عندهم إما شهرة أو أفضلية عليه أو انتماء عاطفي للجماهير لهم أكبر وبالتالي معركته الفنية كانت غلط ما كان عم بياخد قراره الفني صح بالانتقال بيفكر بالعمق بجوز كثير منكم سمع قصة دي باي النكتار اللي يون بعناية عشان شاف أرقام وإحصائيات وأدواره بتناسب الفريق الفرنسي يعني باختصار كان عنا مشكلة فنية كسبب أول والشبب الثاني شخصية في اللاعب اللي بيفكرش وبتحرك بدون تحليل ووعي وين لازم يروح أما السبب الثالث فاللاعب تعرض لإحباطين مزدوجين صعب ينشاله الأول ب2008 القصة اللي صارت مع إسبانيا استدعوه مرة وما عاد يستدعوه وكأنه نغدر وكأنه نضحك عليه وفي نفس السنة 2008 كان ريكارد عم بيرحل شو بويان بيقول عن ريكارد؟ لقد كان عاما صعبا بعد رحيله لقد كانت شخصيته عظيمة لم أنسجم يوما أو يفهمني مدرب يوما مثل ريكارد ضربه لواحد عمره 18 سنة المدرب اللي أعطاه خلاه يبين كلاعب كرة قدمة عم بيطلع عم بيحس بالغربة جاء جوارديولا عنده أفكار مختلفة وربما عناي أقل فيه ممكن البعض بيقول طبعا هون جوارديولا أحسن من ريكارد؟ طبعا بس بعض الأحيان ممكن مدير يفهمك يخليك تطلع أفضل ما عندك وما يكون أشطر مدير بشغله بس هو معك يقدر يخليك تطلع أفضل ما عندك باختصار خروج ريكارد كان كارثي بالنسبة لبويان اللي أساسا حالته الذهنية وقومة شخصيته كانت ضعيفة جدا كلاعب وهذا هو السبب الرابع الحال الذهني للعب ضعيف جدا فلما تيجي تقول بقارن توب ميسي دمرته تماما فيه تصريح لمراسلة كرة قدم إيطالية فيه موقع فوتبول إيطاليا مهم جدا عنه سوزي كان بنالي بتقول فيه كثير لعبين مش شخصيتهم قوية في إيطاليا لكن بويان هذا لا شخصيته ضعيفة وهادئ لدرجة مبالغة فيها لمستوى أنه ناس بتقول طب انت انريكا حطك جناح روه يقول له أنا مش جناح أنا مهاجم أور المهاجم ليش الخجل ليش التردد بالتعبير عن نفسك شخصيت اللاعب حالته الضهنية كانت ضعيفة لما تقارن مع ميسي في سنة خامس كان فيه مشكلة كبرى جدا مشكلة كارثية مش أنهم قارنوا مع ميسي المشكلة الحقية أنهم عاملوك ميسي وهو صدق هذا الموضوع يعني لما رأى روما الكل توقع أنه حيلعب مهاجم وهمي وانريكي جابه عشان يقود مشروع بشبه مشروع وحتى لما رأى على ستوك سيتي الناس كثير قالوا أنه راح هناك لأنه بده يسجل الهدف بليلة باردة من ليالي ستوك سيتي واللي ما بيعرف القصة لما ميسي كان عم بيجيب أربعين خمسين جول كل موسم في إسبانيا صارت تطلع التصريحات من لعبين إنجليز نجوم إنجليز استهانة بالدور الإسباني يقول لك خليه ييجي يلعب في ليلة باردة من ليالي ستوك سيتي ويسجل هدف فلما راح بويان هناك كأنه بيقبل التحدي اللي بنظرهم ما قبله ليونيل ميسي المقارنة مع ميسي شيء ومعاملته كميسي هي الشيء الكارثي يعني هون خلينا نحكي منطق لاعب بعطيك سبعة من عشرة كل مباراة لما يعطيك مباراة تسعة من عشرة أو تمانية من عشرة بتزجف لك ظلك تتذكر المباراة عشر سنين لكن لاعب يعطيك تسعة من عشرة كل مباراة لو أعطاك تمانية من عشرة بيوم بتقول والله ما كان بيوم ومشكلة بويان إنه هو من اللاعب اللي ممكن كان لازم يعطينا سبعة من عشرة لكن الناس لأنهم فكروا ميسي طالبوا بتسعة وللعلم هذا اللاعب اعترف بعام 2018 لصحيفة جارديان بإنه ما راح لعب اليورو عام 2008 رغم إنه نعرض عليه يلعب مع إسبانيا عشان حالته الدهنية كانت ضعيفة لكنه هذا اللاعب خلال مسيرته باعترافه أيضا ما اطلق المساعدة النفسية المطلوبة من أخصائيين وأطباء عشان يقدر يعيش تحت الضغوط هذا اللاعب ما كان متوقع شو حيصير معاه في كورت القدم مش فاهم إنه في كورت القدم النجومية بتاخذ حياتك بتعطيك فلوس وتعطيك شهرة بدالها لمستوى إنه قال أنا لما انشهرت بطلب قادر أروح على السينما وكأنه متوقع إنه يصير سوبرستار ويروح على السينما زي الناس قوة الذهنية مش ميسي ورونالدو مش لما تضغطوا بيعطوا أكثر قوة الذهنية ما كانت جاهزة تتحمل مقارنات ما كانت جاهزة تتحمل انتقادات وقوة شخصيته ما كانت جاهزة تنتقد وتدافع عن حقوقه في أرض الملعب وأيضا كشخص كان عشواء التصرفات والانتقالات كلها مع بعض ساهمت بإنه بويان يكون أمل كبير ما تحقق ما منقدر نحكي عن اللاعب جاب دور الأبطال مرتين وحمل الكأس يغضب نظر عن مساهمته وجاب عدة بطولات دولي في بلدين مختلفين إسبانيا وهولندا إنه لاعب فاشل أبدا لكن مسيرته كانت أقل من التوقعات تحميل الموضوع للمقارنة مع مسي زي ما حكيت يعفيه من المسئولية وهذا الظلم للقصة نفسها اللاعب كان عليه مسئولية بإنه ما اتجه لتلقي الدعم زي ما حكيت النفسي ما حاول يختار الفريق المناسب وبنفس الوقت ما كان عم بهيئ نفسه بشكل صحيح لمسيرة مختلفة من كرط القدم وما حما نفسه من مقارنات ما كان إلها داعي نوصل هون نهاية حلقة قصة الجمعة كنت معكم أنا محمد عواد تبعثوا الفيديو للناس اللي بتحبوهم والسلام عليكم ورحمة الله